السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة إيقاف تحميل الصور والفيديوهات من الواتساب تلقائيا ومنع تحميل الوصائط إلا اللي نضغط عليها فقط واللي نحتاجها فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح فالطريقة يا شباب بكل اختصار تروحون على تطبيق الواتساب عندكم بعد كذا تضغطون على الثلاث نقاط اللي فوق على إسار ومن هنا تروحون على الإعدادات رح تظهر عندكم هذه الواجهة تروحون تحت على التخزين والبيانات هذا الخيار فهنا رح يظهر عندكم التنزيل التلقائي للوسائط فهنا يشبه معنا الخيار الأول أثناء استخدام بيانات المحمول هذا في حال إذا كان عندك شريحة بيانات تضغطون على هذا الخيار رح تظهر عندكم هنا أربع خيارات اللي هم مقاطع الصوتية والصور ومقاطع الفيديو والمستندات فأي خيار يكون عليه علامة صح هذا يعني أنه رح يتم تنزيله تلقائيا فإذا كنتوا حابين أنكم تمنعون التنزيل تلقائيا فقط تشيلون علامة صح من جميع الخيارات وبعد كده تضغطوهم موافق فكذا الآن يا شباب تم منع الواتساب من تحميل الوساط فعندنا الخيار الثاني هذا الخيار الثاني إذا كنت متصل بشبكة واي فاي أو شبكة انترنت مثلا في البيت فكل اللي تحتاج تسوي تشيل علامة صح من هذه الخيارات الأربعة وبعد كده تضغط موافق وعندنا الخيار الثالث برضو نفس الطريقة إذا كانت في علامة صح تشيلها وتضغطوهم موافق فكذا الآن يا شباب تم منع الواتساب من تحميل الصور وفيديوهات فقط إذا كنت حاب أنك تحمل أي صورة أو فيديو وتضغط عليها رح تتحمل معك أما الفيديوهات الباقية ما رح تتحمل إلا في حالي إذا ضغطت عليها فقط فهذا كان يا شباب الشرح اليوم لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ونشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة شكرا